تدريجياً بدأت ثمار النجاح تظهر وعلامات التفوق بادية وأصبح المشروع يلفت الانتباه ليس من الزبائن بل من الأسرة الملكية في بريطانيا ما منح المشروع دفعة قوية وأعطى رزان دفعة معنوية لتطوير العمل والحرس على تجويده وإتقانه وتدريجياً بدأت الفكرة في التوسع وصنع اسم لها تحول لعلامة جودة ويحصد أكبر الجوائز وينال إعجاب الجميع كبداية الواحد تكون طالع من حرب أول شي بفكر فيه أنه نوصل على مكان فيه أمان يعني أتليست معد فيه كهرباء موجودة المون موجودة قصة أنا أولادي كان وصغار ابني كان عمره عشر شهور يعني موضوع الحليب والغيارات هاي كل الأشياء أساسية بالنسبة لإلي بهذاك الوقت فأول شي الواحد بيفكر أنه على الأقل وصل لمكان هلأ بلش بعدها يفكر أنه كيف أنا بدي تعايش مع هالمكان بيقدر يا ترى عيش فيه ولا لا كل شي جديد أسلوب الحياة مختلف عن نمط الحياة اللي هو تعودنا عليه فبداية الواحد يمكن يفكر أول شي بالأطفال كيف يأمن لهم أنه حياة مستقرة يكونوا مرتاحين بعدها شوي شوي بيصير بيفكر أنه وبعدين والمستقبل شو خسر نعم بلش يوعى على حاله أول شي الواحد بيفكر فيه أنه يعني طبعا هي صدمة بنتقل من نمط حياة لنمط ثاني فطريقة تقليدية بالتفكير أنا قبل ما أجي على إنجلترا كنت طالبة بالجامعة بدروس صيدلة فهون أول شي فكرت بالطريقة النمطية أنه أنا خليني بركي بقدر خلص شهاتي أو كمل دراستي هلأ المشكلة أنه بهذاك الوقت ما كانوا بيعتبروا الشخص اللي عم يقدم على السايلم كأنه هو هوم ستودنت فكان إذا بدأ يتعامل كمعاملة الطالب الأجنبي فكتير صعب علي بصراحة بنفس الوقت أنه أنا أملة ثلاث أطفال يعني ما بقدر كمان حتى الواحد يصير تدور على شغل بس كمان للواحد لو كان عنده قبل خبرة يشتغل أو عنده دراسة غير كافية يعني هون حتى الواحد يشتغل لازم يعمل عمل تطوعي ويكون عنده حدا يعني يزكي يكون عنده خبرة بمكان ما طيب هاد الشي كان كتير صعب علي نساوي بهذاك الوقت مع هيك ما يقست ضليت دور بالطرق المعتادة عملت سيفي وصرت إبعاثها إلى أن بعد السنة حسيت أنه خلص يعني فقدت الأمل بصراحة إني اشتغلت يمكن أخدت بس حصلت على بوقتها بارتايم جوبي اللي هو بس ترجمة مثل انتربتينج بس ما كان هو دو يعني دائما يعني ما بيشكل دخل لأنه على المناسبات يعني مثلا لما حدا بيحتاج لما على الطلب مو أنه دائم فبنفس الوقت فكرت أنه لازم ساوي شي فهون بقي عندي أنه شهاداتي ما عد قدرت استفيد منها وبنفس الوقت شغل ما لقيت فكرت أنه ليش ما أنا أعمل طبعا بيزنس هلأ فكرة البزنس يعني هي ناس تقول يعني شلون هيك طلعت فجأة هي شلون تولد الفكرة طبعا الفكرة هي ما بتجي بيوم وليلة الفكرة هي الإنسان بحد ذاته لما يغير مكانه بيصير عنده يعني مثل كل شي بيشوفه بنظرات مختلفة يعني الزلمة يعني الشخص الإنجليزي اللي هو عايش في بريطانيا بيشوف الأمور بنظرة مختلفة عن الشخص اللي جاي من برات بريطانيا هون كمان لما الإنسان اللي عم يدور على فرصة أو عم يدور على بسكوير عنده السمع مختلف رؤيته لأمور صغيرة مختلفة هون أنا وقته لقيت أنه ممكن الواحد يشتغل بالسكيلز تبعه شو هي المهارات نحنا بالوطن العربي المهارات فينا نقول الطبخ أو الفن الطعام هو الشيء يعني نوعا ما هو يعني شيء متوارث بين الأجيال ففي عنا الفود سينس يلي هو بيقول هاد نفسه طيب هاد بيعرف يعمل شيء غير التاني يعني هو مو كوكينج بوك أنه أنت الواحد بيمشي على انستروكشنز وهيك تعليمات ففكرت أنا بصراحة أني أعمل مثل أول فكرة طلعت براسي هي أنه أعمل الفينجر فودي هنين مثل أنه إذا كان في حفلات أعمل هايدي البوفي الصغير فكرت أنه مشروع حلو ممكن بحب أنا هيك أشياء أبدع فيها بعدين حسيت أنه يمكن ما تتناسب مع كوني أم وثلاث أطفال يعني بتطلب كتير من الوقت كتير من التحضيرات هيك أشياء بعدها بصراحة لاحظت أنه الحلومي نحنا كنا دائما منشريها من السوبرماكت لأنه يعني نحنا كعرب هو دائما على الفطور موجود الحلومي أو الحلوم إذا بنسميها بالمسمى العربي فبيوم من الأيام ما كانت موجودة سألتهم أنه وين الجبنة ما لقيتها على الشلفز قال هايدي سموها seasonal product يعني هو منتج موسمي أنا استغربت بصراحة أنه ما خطر بالي حلوم يكون موسمي يعني ليش ليكون موسمي فإنه ممكن ببلادنا نحنا بنقول بالربيع إنتاج الجبنة ما هون ما في صيف وربيعي ما في أربعة فصول بإنجلترا هو نفس الطقس دائما فهون بلشت أنا فكرت قلت له جوزي بعملها أنا بالبيت يعني وأنا ما بعرف أعمل جبنة يعني ما بحياتي أعمل جبنة قبل هلا بس صرت دور إنه كيف بتنعمل طبعا ما لقيت يعني رفرنس واضح وصريح بيقول هيك صرت قرأ الإكسبرينس تبع العالم وأعمل تجارب بالبيت جيب لترين حليب وجرب جرب إلى أن زبطت معي وبنفس الوقت صرت أنا عندي فكرة إنه طب ليه ما أعمل بزنس ليش ما في إنتاج محلي للحلوم اللي حظت إنه كله مستورد ونحن ببريطانيا يعني أسوأ شي عنا هو الطقس لأنه ما في طقس كتير بارد ولا كتير شوب فنحن ما بتميز أربع فصول هذا الشي بأنتج مراعي خضراء والمراعي الخضراء هي طبعا بتأنتج حليب زوجودة عالية يعني فهون وقت طلعت الفكرة إنه أنا بعمل جبن الحلوم كبزنس الفكرة اللي طلعت معي زوجي شجعني بهالموضوع وهو بالبداية يعني كان لساته مضطرب من الخسارات اللي صارت عنا بسوريا من نتيجة الحرب والمشاكل بس بنفس الوقت هو شافني كتير متشجعة وقال لي خلاص نمشي بهالمشروع بهالطريقة تأسيس بزنس نحن دائما منفكر إنه الواحد بده يكون معه ملايين أو مصاري كتير لحتى يقدر يفتح مشروع هلا لا شك إنه أنا كان عندي نفس النمط التفكير بالبداية بس مع الوقت الواحد بيستنتج بيلاقي إنه في كتير صعوبات بتمرق عليه وهي الفكرة بالبزنس إنه الواحد لما يطلع عليه هو بيكون عنده الفيجن بدك تطلع عليه الإنسان كأنه هو شغلة كتير كبيرة بس هي المهارات إنه نقدر نقطعه لقطعة صغيرة وخطوات صغيرة بسيطة بتناسب الواقعية يعني بده الإنسان دائما يضل عم يكبر الساحة أو الشاشة يكبرها ويزغرها ضل عم يكون لأنه إذا ما بيشتغل بهالطريقة ما بيقدر يعمل ستبلة قدام وتنكبر الشاشة هي حتكون الدافع أو المحفز إلنا لنحن نستمر لأنه أنا شايفة شي غيري مشايفه بنفس الوقت بده يرجع الإنسان على الواقع لأنه إذا ما بيعيش بواقعية ما بيقدر يأنجز شيء بيصير كله خيال ووهم فهون بقصرنا نشتغل على قدنا شقفة شقفة أكيد العمل كان كتير متعب بالبداية وشيء ما تعودت عليه كفيزيكال وورك الواحد كتير فيه جهد وأشياء تقيلة يشيل ويحط بس الأمل اللي عنده الإنسان هو اللي بيخليه يمشي لقدام بنفس الوقت بده يكون عنده بعض نظر يعني يروح يعمل كومينيكيشن يقابل العالم يريد يشوف شوفي فرص يحكي مع الناس يحاول يعيش بالبيئة اللي هو فيها يعني لا يمكن أنه الإنسان يكون عم يعيش ببيئة معينة وتفكيره بمكان آخر بدك خلص الإنسان يستوعب أنه هذا هو الواقع هاي نحن بمصيبة بدنا نبني لنطلع منها هلا من 2013 كلها كانت هي عبارة عن تحضير لهذا المشروع ما بين وراء ودراسات وحتى راية وتجارب طبعا في كتير تجارب فشلت وفي كتير طلع معي جبنة هي ما لجبنة بس أنه الواحد بيضل عنده الأمل بعدها بال2014 ب17 جون 2014 وقت أخذنا الترخيص لأنه فينا نسميه ووركشوب أنه نقدر نعمل إنتاج الجبنة بعد هالفترة بعد ما بلشنا نأنتج نحنا طبعا ما بنعرف وين بدنا نبيع كيف ننبيع حسنا نحنا معظم هاد الانتاج يروح هو عبارة عن دواقة ماركتينج نعمل نشوف الخريطة نقسمها لمناطق ونروح نشوف ندوء نجرب العالم أنه بتحبوا تدوء يلي عنده محلات أنه نحنا هيك عم نعمل نحكي لهم شو عم نساوي ولقينا التفاعل كتير إيجابي بصراحة من الناس بالمنطقة اللي نحنا عايشين فيها هذا الشي حفزنا بس بوقت نفس الوقت الإنسان دائما لازم يعمل مثل مراقبة ذاتية يعني هل نحنا يا ترى عم نمشي بالطريق الصحيح ولا الناس فقط عم تقول أنه حابة تدعمنا يعني كمان الإنسان لازم يعرف يطور حاله هون شاركنا بمسابقة لتقييم الأجبان هي اسمها الوردلتشيزاورد هايدي مسابقة عالمية كانت بلندن حوالي 2750 نوع من الأجبان بيجي من كل أنحاء العالم هلأ نحنا شاركنا بالكاتيجوري تبع الحلومي وفيها حلومي جاية من أبروس من اليونان من نيوزيلند أستريليا بكتير مناطق بين كل أنحاء العالم ونحنا كنا مشاركين كالجبنة المحلية المصنعة محليا فبصراحة نحنا رحنا وما لنا متوقعين أنه يعني أنا بذكر أنه يعني من كتر ما كانت غالي علينا ما قدرنا نبعثها مثلا بالشحن حبينا ننزل نوصل العينات بإيدنا تجي هي القطعة تجيبنا إلى رقم طبعا بدون أي لابل أو شيء وتقية من خبراء فتاني يوم وقت رحنا وشفنا النتائج لقينا أنه نحنا ربحانين الجائزة البرونزية هذا الشي كان كتير يعني مثل بداية تغيير للواقع تبعنا لأنه نحنا معناتها عم نشتغل صح على الأقل أثبتنا أنه نحنا على الطريق الصحيح بدينا فكانت كتير بصراحة لحظات مؤسرة وكانت شكلت لنا حافظ أنه هلأ أخذنا برونز ممكن إذا طورنا نقدر ناخد شيء بعده وبهالطريقة نحنا بلشنا نتحفز أكتر نشتغل أكتر وفينا نقول أنه نحنا التطور تبع البزنس هو كان مثل أورغانيك أنه كل شيء بيطلع من البزنس بيرجع برد بينضخب البزنس مرة تانية فنحنا كنا مثل عم نغزي بزنس منه في كفاينانشالي بعدها يمكن قولنا أنه طورنا شوي من المكنات بدل ما نكنا نستعمل طنجرة وراس غاز لنقلي عليه ونجبنا جبنا شو اسمها سوب ميكر هي يعني كمان مكنا بتشتغل على الغاز وبنغلي الجبنة فيها فهي هاي التغيير الصغير خلانا السنة اللي بعدها نحصل على الجائزة الذهبية بالورد الشيزاورد مسيرة مستمرة ملؤها الإصرار والرغبة في النجاح والتميز الطريق لم تكن سهلة ولن تكون إلا أن الأمل والإصرار يمنح التحديات طعما آخر خصوصا عندما يتوج كل هذا بنجاح ويشهد به الجميع رزان بصمت على مصاري النجاح هذا لكن لا رغبة لديها في التوقف بل هدفها الاستمرار على درب النجاح بنصف الـ 2016 حكى معنا المكتب الملكي رويل أوفيسي اللي هو بمثل العائلة المالكة بويست يوكشر بالمقاطع اللي نحن فيها وحكولنا عن رغبة الأميرة آن اللي هي بنت المالكة بأنها تزورنا لأنها سمعت عن القصة تبعنا وهي كتير حبة الشيء اللي نحن عم نعمله فحابت تجي تشوف أنه كيف المعمل عم يصير والشغل طبعا يعني بالبداية كانت شي صادم أنه أهلا وسهلا أكيد الواحد بيحب هيك فرصة بنفس الوقت شوي بتلبك هلا أنه نحنا كنا بهذاك الوقت عن مفترق طرون نحنا كنا لسا فعلا كتير صغار والمحل اللي كنا نصنع فيه جبنا هو كان مثل أبو ومحل بيعمل كان للفرايت شيكن وكله فضينا المكانات ونظفناه هيك بس خلص يعني هو كان كتير مكان صغير غرفة واحدة نعمل فيه أول يوم انتاج ثاني يوم نعمل الباكيجينج ثالث يوم إذا ما إجعل الموزع وأخذ البضاعة فنحنا ما منقدر نأنتج مرة تاني ومكانياتنا كانت كتير محدودة يعني الأكتر شي مقدر نعمله كان 300 تلتر حليب نحولون لجبنة اللي هي بتعطي حوالي 35 كيلو جبنة بعدها يلي ساوينا أنه نقلنا على هذا المعمل فنحنا وصلنا بهالمرحلة كنا على أنه ما عد فين نظل نستمر بهذا المكان الصغير درنا نلاقي بمدينة قريبة علينا مكان مقبول نوعا ما طبعا هو هذا المكان كان مهجور يعني كان هو عبارة عن مكان للتجهيزات الكهربائية يعني كله ما ضابط فأول شي اشتغلنا على المكان لساوينا رممناه ساويناه مناسب لإنتاج الغذائي وبعدها تم الافتتاح المكان اللي نحنا هلأ فيه بحضور الأميرة الآن ببداية 2017 طبعا هذا الشي كان كتير يعني حدث كتير مهم لإلنا أنه نحنا نكون يعني مثل مقدرين من قبل العائلة المالكة يجي لعنا هلأت شخصية مهمة هذا الشي بيعطي مثل مصداقية للشغل اللي نحنا عم نعمله ودعم بصراحة معنوي كتير كبير استمرينا نحنا بتطوير الإنتاج بهالوقت أكيد إنسان بيواجه الصعوبات يعني أنا هلأ عم بحكي القصة كأنه إنه الواحد عم ينقول من خطوة للتاني بس الإنسان بيطور البدايات بيطور التأسيس عمل كتير من المرات بيحس حاله أنه أنا من المستحيل أقدر كمل عندي كتير عقبات محتاج دعم محتاج شي بس يعني بصراحة أنا بقول أن نجاح هو يقاص بعدد المرات للإنسان هو وقع فيها ورد وقف مرة تانية وتابع المسيرة لأنه ممكن الإنسان دائما يفقد الأمل وممكن يستسلم هلأ عدم الاستسلام الاستمرارية إنه يذكر حاله يمكن هون أنا بقول إنه نحنا أنا كان عندي كتير ممكن شيء جيد إنه كنت أنا وزوجي مع بعضنا هلأ واحد من بيناتنا بيضعف أكتر من الثاني بالوقت اللي أنا أضعف فيه كان هو يدعمني ويرد مثل إنه واحد عم يذكر الثاني أنا شو عم بعمل وين هدفي وين ماشي وقت هو يكون تعبان نفس الوقت أنا أدعمه الدعم بصراحة لنفسي إنه وجود إنسان تاني مؤمن بقدرات الشخص هذا لحاله هو يحافظ هو بيخلي الإنسان يستمر بالمسيرة تبعه فيعني هذا الشيء كان كتير كتير أساسي بصراحة باستمراريتنا واجهنا لا شك صعوبات جدا كبيرة بوقت من الأوقات كنا محتاجين مثلا نشتري تريلر يلي هي مثل مقتورة لنجيب فيها الحليب يعني هاي كانت بالنسبة لإلنا من الحلم يعني جزء من حلمنا إنه يكون عنا هيك واحدة مرة من المرات اشترينا واحدة صغيرة وانكسرت كنا على الموتوروي بطرينا نحط الكنز اللي هني جرات الحليب بالسيارة وحتى حطيت واحدة يعني بحضني وحطينا له نسيت بيلت حتى ما يوقعوا يعني بالآخر الإنسان بده يمشي يعني بده يكمل والحمد لله طبعا يلي كمان بيشتغل ربنا ما بيضوع له تعبوا يعني بيضل مستمر هي بصراحة بده نفس طويل الموضوع سو لهلأ يعني خلال هالفترات يعني نحنا هلأ بالالفين واثنين وعشرين نحنا هاي سابع سنة بالبزنس حققنا حوالي تلاتة وثلاثين أورد ما بين أورد الشيز أورد بريتش الشيز أورد بس الشيز نيوكشير على المنطقة تبعنا أخذنا كمان بعض الجوائز العربية مثل الارابين بيزنس أورد كأحسن سمول بيزنس خارج البلاد العربية كانت كتير فرصة حلوة قابلنا كتير ناس شخصيات معروفة بلندن كمان يعني من الأشياء الحلوة أنه أنا انتخبت لكون أمباسادر للستارتاب لون يلي هو أساسا ساعدنا لنمشي لحتى نساوي البزنس تبعنا ويعني مستمرين طبعا بتطوير اشتغلنا نحن بصراحة كمان على الكواليفيكيشنز يعني للواحد يعمل يمكن كتير ناس تقول إنه شو بيحتاج إنسان ليعمل معمل غزائيات إنه هو الموضوع مو بس موضوع كيف تعمل الواحد جبني يعني الموضوع هو لما التعامل مع الفود هو شيء كتير سنستيف لأنه الفكرة هي تأمين الغزاء السليم يعني نحن الإنسان بيبلش بخطوات بسيطة وذلك دائما لازم يظل عم يطور حاله عملنا بعض الترينينج عن بعض الأساسيات اللي هي مثل الحسب كيف الواحد يكتبها اللي هي مثل نظام الوقاية بالصناعات الغزائية نحن نعتمد على مبدأ إنه نحن لازم نعمل منتج خالي من المشاكل مو نعمل منتج بعدين نشوف فيه مشاكل ولا لا فهي اللي هو الوقاية وطبعا هلأ نحن اشتغلنا على مؤهلاتنا هلأ هلأ عنا مثل مثل الفود سيفتي مانجمينت سيستم هذا كله البوليسيز الانستروكشنز اللي هو البيبوروك اللي الواحد بنتقل بقى من المرحلة اللي هو كتير بسيط فيها إنه نحن عم نعمل حليب ساوينا لترين حليب عملو قالب جبنة لا إنه إحنا عم نفود على اللي هي إنه الواحد بيدو يتابع المنتج ابتداء من الحليب لحد ما صار منتج هاد المنتج لازم نعرف من وين إجا مصدر المواد لازم نعرف مصادر حتى مواد المنظفات اللي بنشتخدمها بأي ساعة صار كل موضوع هذا كله بيأثر على سلامة المواطن لأن إحنا اللي بنا نعطي منتج لازم نكون منتج سليم وطبعا في حال حدث غلط شلون بنعالجه لأنه ليس المطلوب من الإنسان هو يكون كامل مكمل وإنما الإنسان يغلط إنسان بيغلط بس نعرف إذا حصل الغلط كيف نحنا ما يكبر هالغلط كيف ما يأزغيرنا وكيف نتعلم منه هذا هو بالعلوم الأغذية هو يعني نحنا جزء من النجاح تبعنا أنه نحنا الناس اللي بنشتغل سوا مع بعض نحنا بنشتغل يعني في علاقة حلوة أنا ضد إنه يكون فيه توترات بالشغل لأنه بالآخير الموظف اللي عم يشتغل هون هو إذا ما حسب الانتماء تبعه وأنه هو عم يساوي الشيء لإله لبيته لأنه هو هذا دخله فلا يمكن أنه يكون فيه إنتاجية في عنا بعض الموظفين اللي هنه مبلشوا معنا من البدايات إلى الآن هنه مستمرين معنا لأنه نحنا الاثنين يعني أنا دائما بحب أني شاركون الشي اللي أنا عم شوفه الهدف تبعي لأنه هو مو بس هدفي لحالي اللي هو هدفنا نحنا الكل سوى نوصل لمكان معين كثير في ناس وقفت معنا نحنا من السنتين يعني يمكن الواحد ما بدي أعمل الحياة زمرودية بيقوله أو رائعة جدا كثير مشاكة يعني نحنا من السنتين بكل بساطة صار عنا طوفان بالمنطقة اللي نحنا عايشين فيها اللي فيها المعمل ونحنا عنا تأثرنا نحنا صار عنا غرق المعمل وخسرنا خسارة كتير كبيرة يعني نحنا الفريزرات صارنا ناخدها وقبيناها يعني شي ست سبع فريزرات مع برادات نكبت لأن ما فينا نخليها وهي كنتاميناتد مع هيك يعني يمكن أنا هذا ديش الواحد كان انقهر وقت الحرب إنه طلع من بلده أنا وقت شفت بعد ما كنا نحنا صرنا خمس سنين بالبزنس إنه يشوف الإنسان عم يكب غراضه بإيده كان يعني شيء بيأهر يعني أنا حسيت بلحظة ضعف مطبيعية بس هي هي اللحظة الإنسان لازم يفهم حاله وبيعرف حاله إنه أنا ممكن انكسر مرة واثنين واثلاثة بس إنه أنا أول شي بدي أفهم إنه هذا الواقع شيء صار وما في نتيجة إنه أنا أندم أو أقعد أبكي والله وما بعرف شو بنا نساوي خلينا خلاص بنا نبلش مرة تانية ننظيف نقيم لأن هون كمان ما في حدا بيجي بيساعد الثاني لقيم نحنا صار عنا طين ووحل بالمعمل بإيدي وإيد زوجي وأخي وكله نظفنا وردينا قعدنا تأهيل المعمل اللي يردي أنتج بعد عشرة أيام ما سكرنا ردينا فتحنا من الجديد وتابعنا المسيرة نحن مجدوعة أمل من جديد نحن مجدوعة أم نحن نحن نساوي اشتركوا في القناة